اجتمعت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع وفد رفيع المستوى من بنك التنمية الأفريقية بقيادة كافن كاريوكي نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر والعديد من المسؤولين بالبنك شهد هذا اللقاء مناقشة العديد من الملفات المشتركة مع البنك من بينها استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كاب 27 والاستراتيجية القطرية التي يتم إعدادها ومساعي الوزارة لتدشين إطار دولي للتمويل المناخي وكذلك بحث تأثير التحديات العالمية اقتصاديا على دول قارة أفريقيا